قرر القضاء العراقي الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري وإغلاق قضية اتهامه بالفساد لعدم كفاية الأدلة يأتي ذلك فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالحفاظ على أهل الموصل خلال العملية العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم داعي أعلنت السلطة القضائية العراقية الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري وإغلاق قضية اتهامه بالفساد لعدم كفاية الأدلة وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار برقدر عن تحقيقات الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه كشفت أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم الجبوري غير كافية وشهد جلسة البرلمان استكمال استجواب وزير الدفاع كما صوت البرلمان بالأغلبية لصالح رفع الحصان عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين بهدف إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في الاتهامات الموجهة من قبل وزير الدفاع يأتي ذلك فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالحفاظ على أهل الموصل خلال العمليات العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم داعش لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالوضع الإنساني داخل المدينة العبادي وخلال لقائه نظيره الهولندي أكد أن الحملة الأخيرة ضد داعش ستكون من خلال تحرير الموصل مجدداً نفيه الأنباء المتداولة بشأن وجود جنود أجانب يقاتلون التنظيم على الأراضي العراقية ميدانياً أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء ركن إسماعيل المحلاوي عن مقتل ستة إرهابيين بمواجهة مع الجيش شمال مدينة الرمادي وأضاف المحلاوي أن القوات تمكنت من محاصرة ستة إرهابيين من داعش وقتلهم في منطقة الثرثر مؤكداً أن قطاعات الجيش تواصل تطهير المنطقة من عناصر داعش من جهة أخرى دعت شرطة قضاء هيت بمحافظة الأنبار الأسر النازحة والمهجرة إلى العودة إلى القضاء بعد استقرار الأوضاع الأمنية وقال آمير الفوج طوارئ 18 بشرطة القضاء العقيد فاضل النمراوي أن الوضع الأمني مستقر تماماً في المدينة التي كانت القوات المشتركة حررتها مطلع العام الحالي من تنظيم داعش